النداء الأخير معانا في هذا البرنامج الدكتور عادل نصحي وأيضا الأخ نجيب لبيب وأنا فؤاد رشو مقدم هذا البرنامج أتمنى لك من كل قلبي أوقات ممتعة وتغييرا نحو الأفضل وقرارات مصيرية تضمن لك الخاضر والمستقبل لكن قبل أن ندخل في حوار حابين نسمع لترنيمة على فم المرنم الحلو نجيب فضل موسيقى يسوع ما أجوده يسوع ما أجمله موسيقى موسيقى يسوع ما أجوده يسوع ما أجمله موسيقى 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 فصنع له قميصا ملونا ده لان هكلم نهاردة على تميزه فهضيف عليها بعض اعداد من رسالة الابرانين رسالة الى الابرانين طبعا في العهد الجديد اخر رسالة بتاعت بولوس نعم اصح واحد الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة في العالي صائرا اعظم من الملائك بمقدار ما ورث اسما افضل منه لانه لمن من الملائكة قال قد انت ابني انا اليوم ولدتك وايضا انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا وايضا متى ادخل البكرة الى العالم يقول والتسجد له كل ملائكة الله امين اه فينا انصلي ايها سيد الرب نشكرك من اجل هذه الحلقة نحن نلثق بانك سوف تستخدمها بقوة غير عادية لخلاص نفوس كثيرة تعال ايها السيد الرب بقوة الروح القدس واخذنا الى عمق الكلمة باسم الرب يسوع امين دكتور عادل يوسف تميز عن اخواته بامور كثيرة لكن امام يسوع المسيح العظيم يسوع المسيح تميز بامور اكثر جدا واتكلمنا في الحلقة الماضية عن سبع امور تميز فيها الرب يسوع المسيح عن الاخرين في حياته ايضا في ولادته معجزاته كلماته ماماته قيامته وايضا مجيئه اليوم حابين ندخل كمان بعمق اخر في تميز الرب يسوع المسيح عن الاخرين ما هي النقاط يلي وضعها الرب على قلبه اللي هي انا اريدت في رسالة العبرانين عشان نربط بين موضوع يوسف الابن الوحيد المميز بين البنين حتى مش بين العبيد لا حتى افضل ناس عندي عقوب اللي هم اولاده هو كان هو مميز فكمعلن بين ربوة زي ما بقول كده في سفر النشيد هنا لاحظت التقل تميز بتاعه كشخص الرب يسوع بقى نقش على المرموس ايه بقى انه لما جاه الرب يسوع في وسط البشر بقى انسان زينا اول حاجة لما نزل يتعمد في نهر الاردن يحن المعمدان بيعمد الخطاة التائبين اللي يتوب عن خطيته يجي يتعمد فبص لقى وهو بيعمد الخطاة التائبين فيه واحد جه مميز هو عارفه قبل كده فبص لقى يسوع جاي يتعمد فقال له ما دخلك انت بالخطاة دول ما دخلك انت بالخطاة قال له الافاضل اللي في الارض والقدسين كل ما صرتي بهم قال له بس دول خطاة تائبين قال له لكن انا عايز لازم ادخل من باب المعمودية دي مش معمودية توبة دي معمودية مسح من الروح القدس عشان ابدأ خدمتي قال له ازاي هتحصل قال له انت تعمل الكمل كل بر هذا بالنسبة لليوحن المعمدان لكن العربية السوع المسيح تميز عن باقي الانبياء بس هنا تميز بحاجة تميز عن بقية الشعب المحترم التائب ما هنا في ناس تائبين مفضلين اول ما تعمد راحت السماء مفتوحة ونزل روح القدس على هيئة حمامة استقر عليه وبعدين جي صوت من الاب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت كأنه الاب بيقول ايه بيقول رغم ان دول كويسين جدا ورائعين لانهم تابوا وبقهم اولاد لله بالامان لكن هذا هو الابن الوحيد هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت تكرار ادي تاني لما على جبل التجلي المكان معه على جبل التجلي وبعدين جي موسى وقلية شوف موسى العظيم اللي مات من الاف السنين او مئات السنين جاي على جبل التجلي وقلية اللي صعد حي فبطرس والتلاميذ اللي معه شافوا تلاتة كلهم حلوين ظهر يسوع بمجد والثياب زي اللي التوب الملون هنا يقول لك كانت ثيابه بيضاء كنور فذي كان ثوب مميز فبطرس عجبوا التلاتة قال يا رب جيد ان نكونها هنا لنصنع ثلاث مزار لك وحدة طبعا النسيح مميز لك وحدة ولموسى واحدة ولإليه واحدة الاب من السماء قلية فطرس حتى دي حتى رغم انك عملت يسوع في الاول لكن لا ده ما تقرنوش بين الاثنين دول رح انجي صوت من السماء قال ايه قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه ورح الاب من السماء رح واخد موسى وإليه ورقه يسوع واحد رفع عيونهم رفع عيونهم فلم يروا إلا يسوع واحدهم كأنه ايه هنا الواجه المقارنة والشبه انه مميز طيب مميز عن يوحن المعمدان اخر انبياء العهد القديم مميز عن موسى مميز عن إليه لكن هناك انبياء اخرين اه اه موسى يرمز الى موس وإليه يرمز الى الانبياء الانبياء ويوحن المعمدان اخر انبياء لكن الرب يسوع مثلا ان اثق من خلال قراءتنا من سفر العبرانية يقول الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه اخ نجي بتفضل يعني ده بقى قمة الاعلان الالهي كلمنا في ابنه يعني ده بيقودنا الانجيل يحن السيد اول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان مش كانت وكان الكلمة الله يعني كأن الله هنا متكلما كلمنا في ابنه الكلمة صار جسدا وحل بيننا ده هو في الايام الاخيرة في ابنه حل بيننا ضرب خيمته بيننا هذا التجسد اذا الله نفسه جه متكلما في المسيح جيد اخ نجيب لكن دكتور عادل يعني انا شخصيا يعني انا شايف انه فيه هناك امور الاخرى تميز فيها الرب يسوع المسيح عن باقي الانبياء حل وزاي بكمل على كلام اخ نجيب انه فعلا ما دي دي تميز شوف كلم الاباء بالانبياء قديمة شوف كم نبي في العهد القديم العشرات عشرات طيب وكلهم مميزين ومنطهر روعة وكان لهم سلطان اكتر من سلطان الملوك يعني ما كان النبي روح يقول الملك حاجة الملك يوطي ويخضع زي داود لما خضع قدام القدام الكاه النبي لما جيه يقول له انت اخطأت اللي هو انا ثاني لكن هنا تقول لك بعدما كلم الاباء بانواع وطرق كثيرة اللي هي ظهرات او رسائل كلمنا في هذه الايام الاخيرة مش زي ما قال سطط ابنه يعني مش كلمة من الله او يعني زي ما كان في الانبياء موسى وكده كلمة الله يتكلم معه ويقول له روح قل له لا دا هنا بقى الله نفسه متكلم خلاص دا اخر حاجة يعني هيعمل ايه تاني بعد اخر حاجة يعني هده الايام الاخيرة وهده النداء الاخير طيب رب يسوع يعني هو بعد ما الله نفسه ينزل ويتكلم هيبعت مين دا دا تأكد سوري دا تأكد حاجة خفات ما بيقول كلام انا في الايام ايه الاخيرة يعني معنا ايه ما فيش ايام تاني اخر كلام لاخر نداء اخر كلام لاخر نداء يعني بعض رب يسوع المسيح ما فيش هناك انبياء انا حسب الكتاب المقدس يذكر لانبياء بعد رب يسوع المسيح بما انه يقول كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنيه ايه يعني مش ممكن بعد كده بعد ما يكلمنا في ابنه يرجع تاني يبعت لنا عبيد من عنده زي في مثل في انجيل مرقص اصحة اتناشر يقول لك واحد عنده كرم وكل شوية بعد عبيد يطلبه ثمار الكرم ام كل ما يجي لهم نبي يرجمو يرفضو في الاخر قال ايه اخيرا قال ارسل لهم ابني كان له ابن حبيب وحيد له فقال ارسل ابني لعلهم يهابون ابني قال لك يمكن يحسوا ما بعت لهم ابني ما يمكن ده حاجة غالي عليك ابني هو المعبر عني راح قال له هذا هلما نقتله فيكون لنا المراث خدو خارج الكرم وقتلو ده اشار الى ما فعلوه بالمسيح بعد كده طيب ما تبعت لهم حد تاني قال ما فيش غير الدينون قال طيب هاجي بقى اهدم الكرم وهقت الهؤلاء القاتلين وبعدين ما فيش عندي كلام تاني كلام نا في هذه الايام الاخيرة فبني طيب الانبياء في العهد القديم عن ماذا كانوا يتكلم اخ نجيب عارف كان كلهم بيشاوروا عن المخلص اللي جاي رائع بيشاوروا عن ابنه عن المسيح يعني مثلا اشعياء نبي هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا واسمه ايه اسمه عمانوئيل من الاسم عمانوئيل حتى هذا الاسم الغياد دلوقتي موجود تفسيره الله معنا واسمه يدعى عجيب مشير الله القدير ابا ابدية او ابو الابدية رئيس السلام اسمه خماس رأى كل هذه الاسماء هو الله القدير فكل الانبياء في العهد القديم كانت تشير الى الله المتجسد اللي هو المسيح الله متكلما وهذا الذي اشار اليه وقال عنه المعمدان هو هذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هل من امور اخرى بتميزوا عن باقي الانبياء دكتور عادل التكمل لنفس الفكري اللي اتقال دلوقتي انه الانبياء كانوا يجوا يقولوا هكذا قال الرب هكذا زع هكذا امور امور هكذا محرف مش مزبوط خطلب انه طلب من واحد من هو كان ضابط طلب من عسكاري مسيحي قاله اديني الانجيل بتاعكم فجاب له فتح انجيل متى وبيدرس بيقرأه بص لأ واحد بقول ايه قيل لكم في القدماء لا تقتل واما انا واما انا في كل حتة في المعيزة على الجبل تكوين قصد انجيل متى خمسة لسبعة اما انا فهو وقف هو نفسه قال لك كن واحد يجي يقول اما انا دي في حاجة احنا عارفين ان موسى كلمة الله الله تكلمه يجي واحد يقول قيلة اما انا فاقول في حاجة من اتنين يا اما هو فعلا اللي كلم موسى زمان عشان كده من حققه يقول اما انا فاقول يا اما سوري يكون هو شخص عنده ايه الجنون العظمة هو فرض الفرضين واحد يكون مختل العقل متهيق له ان هو اله او كذاب مش ممكن يكون المسيح طب فعمل ايه قال روح تمكمل بس لقى تصرفاته ومعجزاته وعزاته استبعت حتة ان يكون مجنون او كذاب او مخادع قال اذا يبقى شيء واحد ان المتكلم قديما الى موسى هو ذات المتكلم في الاناجيل وفي العهد الجديد بتاعه اما انا فاقول لكم عشان كده كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه جيد كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه الرب يسوع المسيح يعني ظهر او تجسد من حوالي الفين سنة يعني اخ نجيب من الفين سنة والرب يكلم الانسان ويدعو الانسان نعم من الفين سنة لما الله نزل وتجسد بيكلم الانسان كلمنا في حياته كلمنا في موته كلمنا في قيامته وسب لنا كلامه بيكلمنا في كلمته ده اللي بين ايدينا ده هو اللي تركهننا ده كلامه ودايما كان هو بيقول الحق الحق اقول لكم كلامك هو حق ده كلام الله بيتكلم وبيدعو الغاية دلوقتي بينادي ده اللي اسمه زمن النعمة نعمة الله مفتوحة بترحب بكل من يقبل الي لا اخرجه خارجا محبة الله ده زمن النعمة مفتوح لكن زمن النعمة مش يستمر الى الابد نحن في الايام الاخيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه من الفين سنة من الفين سنة وما لحنا دلوقتي نكون ايه ده نهاية النهاية جيد هل هناك شيء اخر حابب تضيفه بالنسبة نتميزه عن باقي الانبياء اه بقول لكل واحد قارن بينه وبين غيره قارن بينه وبين الانبياء والملائكة والقدسين اقرى رسالة العبرانين كلها تلقى هو مميز عن الملائكة هو مميز عن موسى هو مميز عن هارون عن الكهنوت الهاروني هو مميز عن حتى المؤمنين الاتقياء في رسالة العبرانين الصح 11 بيكلم على اعظم ناس ابطال ايمان لكن عارف يجي في اصاحة مشهر يقولي او بس او اتخطوا عندك عليهم ما انت كاتبوا عشان اتعلم منهم يا رب قال بس اخدوا بالكم ناظرين الى رئيس الامان ومكمله يسوع نعم فهنا عايز اقول لكل واحد انه لا كلام اخر لان ده الايام الاخيرة وده النداء الاخير فياريتك تفتح قلبك للمسيح ياريتك تقرى عنه اذا كنت تجهله ياريتك تفتح الكتاب المؤدس وتشوف ماذا كتب الكتاب عن هذا الشخص الوحيد العظيم اللي هو قال عنه الاب هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر توعديني ضف حاج له اسمعه يعني له وحده اسمعه جيد اخ نجيب هناك يعني ذكرني الدكتور عادل بالموعظة على الجبل والاصحاح السابع بيقول فيها الرب يسوع النفسه كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرنجنا الشياطين وباسمك صنعنا قواتا كثيرة رح نائزا اصرح لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الاثم فهناك اذا انبياء او انس سوف تتنبأ وهي موجودة الان لكن مثل ما بيعلن عنها الرب يسوع المسيح في حياته على انهم انبياء كذبا نعم لان الشيطان ممكن يظهر نفسه في خدامه في شبه ملاك نور يعني الشيطان بيستخدم ناس بيظهروا ممكن يعملوا معجزات ممكن يستحوزوا عن ناس بطريقتهم طريقة شيطانية والناس بتخدع بس الشيء الحلو ان المسيح ما بيغضعش عد بيقول اصرح لهم مين انت حتى تصرح وتقول ما اعرفكم وكأني ما عرفته هي اللي بتحدد المصير هو المسيح والمسيح اذا الذي يعرف المسيح من الان ان كنت عرفته فهذا هو الذي يحدد مصيرك من الان عزيز المشاهد فاذا ما كان يعرف المسيح من هو على حقيقته في ضلال كتير وفي انبياء كذبة وفي لكن وراها مين وراها شياطين ده اثم بيقول يا فاعلي مش المعجزات ولا فاعلي الاشياء اللي هي يعني بتجذب الناس لا فاعلي الاثم يعني كل 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 شيء لا يجذب الانسان الى صليب رب الى شخص يعرفه انه هو معرفة حقيقية قلبية هذا من الشيطان وكيف اعرف اني انا عرفت المسيح معرفة حقيقية ان حياتي تتغير وكيف حياتي تتغير اني المسيح بالروح القدس روح القدس روح الله تسكن فيا بتديني هذه القوة على التغيير وتأكيد على كلامك اخ نجيب الرب يسوع المسيح بعد ما قام من الاموات وقبل صعوده الى السماء في متة 28 يقول فتقدم يسوع فتقدم يسوع وكلمهم اي كلم الاحد عشر تلميذين تلميذن ويقول دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض انه لا سلطان اخر الا وهو في سلطان الرب يسوع المسيح فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا او يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الهر يعني كيف واحد يكون مع ناس بعد ما يصعد الى السماء معهم كل الايام الى انقضاء الغر وكيف واحد يقول عن نفسه اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك في اي مكان وفي اي زمان اكون في وسطهم الا الله الموجود الواجب بالوجود في كل مكان كلمة اخيرة دكتور عادل عن تميز الرب يسوع المسيح عن باقي الانبياء نحن بالحقيقة سبنا يوسف في حاله حنرجعه في الحلقة القادمة ده اعظم من يوسف هو اشارة الى يوسفنا الاعظم هو اكمل اللي انتو كنتو بتقولوه انه نفس الحكاية اللي هي كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم ذلك اليوم يعني في الاخر خالص انت تبقى برضو موجود في الاخر خالص يقولون لي ايه يا رب يا رب وبعدين حناء اذن حناء اذن يعني امتى في المستقبل حناء اذن اصرح لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني يا فعالي الاثم الله هو انت بتاع دلوقتي وبتاع بكرة وبتاع الدينونة اللي ايوه هنا بتكلم بسلطان جبار عارف افعال كل الناس انه هو له الحاضر وله المستقبل ايضا له الماضي والخاضر والمستقبل بالتأكيد انه يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد والى الابد بالضبط طيب اخ نجيب حابب اخيرا انه عدد الترنيمة وايضا ياريت انه تقدم اخر كلمة للمشاهد اللي بيشاهدنا الان انا اكمل الترنيمة اللي بدأتها حتى تكون كاملة انظر اليه سامعا يحنا بتسبيحاتنا متمما معوده ملبيا طلباتنا ملبيا طلباتنا يسوع ما اجوده يسوع ما اجمله فحبه انشودتي فكيف انسى فضله فحبه انشودتي فكيف انسى فضله ارجوك صلي هذه الصلاة واطلب منه فهو الاله الحي يسمعك كنا بنقول انظر اليه سامعا لو جيت له وتقول له يا رب انا ما اعرفكش لا اعرفك حتى الان اريد ان تملك على قلبي وعا حياتي صلي هذه الصلاة الان هو يسمعك يا يسوع المسيح انا لا اعرفك لكن اريد ان اعرفك اريد ان تكون ربي وسيدي ومخلصي انت تسمعني الان ثق هو استجاب اتمنى ان تكون قد استمتعت بحلقة رائعة جدا من برنامجك النداء الاخير وتكون قد اتخذت قرار يضمن لك حاضرك وايضا مستقبلك وان كان لديك اي سؤال او استفسار فهاتفنا واكتب لنا على العنوان والتليفون اللي حيظهر على الشاشة نعم اتربنا يسوع المسيح معك وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة